بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ورحب بكم في سلسلة بحوث الأحكام الشرعية للمعاملات التجارية الإسلامية في العصر الحديث ومع البحث الثامن بعنوان عمليات الإصدار لا زال الحديث مستمرا حول البنوك التجارية والتي تعتبر أول نوع ظهر في عالم البنوك تكلمنا فيما سبق عن إيداع النقوط في هذه البنوك قلنا أنها تنقسم إلى قسمين الأول الودائع التي تودع بقصد الاحتفاظ بها والثاني الودائع لأجل معلوم ثم تكلمنا عن الحساب الجاري وحساب الاعتماد والكفالات وخطاب الضمان وصندوق التوفير وحساب الكمبيو والبروكر واليوم نتكلم بإذن الله عن النوع الثامن والأخير في هذه البنوك وهو عمليات الإصدار يحتاج الناس في قضاء مآربهم وما يحتاجون إليه إلى إجراء عمليات المبادلة والتي تسمى في عالم الاقتصاد بالتدول تتم بواسطة النقد الذي يتمثل بصفة خاصة في أوراق البنك نوت تقوم جهة واحدة في الدولة بإصدارها والتحكم فيها وهي البنك المركزي تسمى عملية طبع وطرح الأوراق للتداول بعملية الإصدار ومنشأ هذه العملية يرجع إلى الأساس الأصل للتعامل والمبادلة وهو الذهب الذي كان يدفع عوضا للسلع ويتعامل به الناس في كل البلاد لكن صعوبة حمل الذهب ومشقت حظه جعلت أرباب الأموال يلجأون إلى إداعه لدى بنك من البنوك ويأخذون في مقابله سندا يضمن لهم الوديعة والحصول عليها في أي وقت يشاءون ويكون هذا السند في الوقت نفسه صالحا للوفاء بالدين حيث يحول للداء الذي يسحب قيمته من البنك ذهبا ثم تطور هذا السند إلى أن صار على الهيئة المعروفة حاليا وهو ما نسميه بأوراق البنك نوت وأوراق البنك نوت عبارة عن عملة ورقية مضمونة برصية ذهب يكفي لدفع قيمتها عند الطلب وقد يكتفى بتقرير نسبة ثابتة ما بين الرصيد المعدني والبنك نوت المتداول وقد يغطى الفرق بسندات حكومية أو أوراق تجارية على حسب النظام المتبع فلو فرضنا مثلا أن الدولة أصدرت أوراق بنك نوت قيمتها 100 مليون جنيه فإنها تكون ملزمة بأن يكون في خزانتها سبائج ذهبية تساوي هذه القيمة طيب على فرض أنه لم يكن لدى الدولة من الذهب إلا ما يساوي 80 مليون جنيه يترتب على ذلك أن 20 مليون جنيه من أوراق البنك نوت المتداولة ليس لها رصيد وهذا يزعزع الثقة في قدرة الحكومة على الدفع لقيمة هذه الأوراق فتلجأ الحكومة في هذه الحالة إلى إكمال الرصيد عن طريق شراء سندات حكومية أو أوراق تجارية بمبلغ 20 مليون جنيه وتضيفه إلى الرصيد الذهبي البالغ 80 مليون جنيه وبكذا تصبح الأوراق المتداولة ذات رصيد متكامل لدى الدولة مما يقوي الثقة في مالية الدولة ويدعو إلى الإطمئنان إلى وجود رصيد نقدي لهذه الأوراق ولا يجب الخلق بين أوراق البنك نوت وأوراق العملة الورقية التي تصدرها الحكومات ولا يكون لها سعر إلزامي ولا يكون لها أي ضمان في خزانة الدولة مثل الأوراق المالية من فئة خمسة وعشر وخمسون قرشا والجنيه المعدني وما عدا ذلك فهو أوراق بنك نوت وتبدأ من خمسة جنيهات حتى ميتين جنيه وتنتج عملية الإصدار للبنك المركزي أرباحا إذ قد يتلف أو يفقد بعض الأوراق كما أن الجزء غير المعدني من الغطاء يعطي إيرادا وده في حالة السندات والأوراق التجارية على أن عملية الإصدار نفسها تكلف البنك نفقات نظير وضع تصميم الورقة والرسم وثمن الورق والطبع والبنك المركزي الذي يتولى إصدار أوراق البنك نوت يعتبر مرجعا لجميع البنوك الموجودة بالدولة فهو بنك البنوك أو البنك الأم إذ يتحتم على هذه البنوك أن تودع فيه جزءا من رأس مالها ويتولى عنها عمليات تحويل النقود وتحصيل المستحقات كما في عمليات الكيميو ويتم الحساب بينها وبين البنك المركزي عن طريق ورفة المقاصة والتي يصفى فيها حساب كل بنك تجاه الآخر على حدة كما يكون من وظيفة البنك المركزي إصدار سندات القلود التي تعقدها الدولة مع أفراد الشعب وتكون بفائدة معلومة ودي هنتكلم عنها في موضوع خاص عند الكلام عن الأسهم والسندات على أن الذي يهمنا في الكلام على عملية الإصدار هذه هو الفائدة التي تعود على البنك من عملية الإصدار والتكييف الشرعي لها في ضوء التشريع الإسلامي بالنسبة للفائدة التي تعود على البنك من فقدان بعض الأوراق المالية أو تلفها فلا شيء فيها شرعا لأنها تعتبر أجرا نظير عملية الإصدار وتسهيل التداول أما ما يعود على البنك من فوائد السندات فهي محرمة شرعا إذ أنها دين بفائدة فيكون من باب الرباء المحرم وبانتهاء هذا الجزء نكون قد انتهينا من الكلام باختصار عن البنوك التجارية وكيفية عملها وما يجوز فيها شرعا وما لا يجوز وإلى أن نلتقي مع النوع الثاني من البنوك وهو البنوك العقارية لكم خالص تحياتي ترجمة نانسي قنقر